إنجازات التحتيس الجديد 2.0 حاليا نزل معنا إنجازين أول إنجاز موجود في خريطة لفك تقدر تكمله وتاني إنجاز موجود باسم الدائرة المركزية لكن المود لسه ما نزلش على اللعبة فخلينا نروح لإنجاز الدائرة المركزية وهقولك على الطريقة اللي تقدر تخلص بها الإنجاز ده أول ما ينزل على اللعبة الإنجاز مطلوب منك خمس حاجات تعملهم في الجيم عشان تقدر تخلصهم فأول حاجة موجودة إزعب إلى قلعة الدفاع وتاني حاجة إزعب إلى منطقة إيفا ويفتح 3 سنديق من الأمدادات ورابع مهمة وخمس مهمة تعتبر عادي أكأنك بتلعب جيم كلاسك مطلوب منك إنك تجيب 5 كلات وفي خمس حاجة مطلوب منك إنك تفضل عيش 30 دقيقة في المود نفسه يعني المهمتين دول مش محتاجين شرح أكأنك بتلعب جيم كلاسك عادي فخلينا في أول 3 مهمات وإزاي تقدر تعملهم بمجرد ما ينزل مود الدائرة المركزية عندنا على اللعبة فخلينا نروح لأول مهمة أول ما نروح لأول مهمة ففاكرة مود الدائرة المركزية الفاكرة نفسها بالضبط زي فاكرة مود الجودزالة والكونج بيتحركوا للحشين وبيضمروا مكان اللي موجود هي نفس الفاكرة ورضو في المود هنا أول مهمة مطلوبة في الإنجاز إزعب إلى قلعة الدفاع وقلعة الدفاع دي هتكون معنا في المود الجديد وموجود منها 3 أماكن في الخريطة مجرد ما تفتح القريطة هتلاقيها بالشكل اللي موجود قدامك ده ومطلوب منك أنك بتنزل على المكان ده 3 مرات عشان تتحسب معك كده خلصنا أول مهمة موجودة في الإنجاز تاني مهمة موجودة افتح 3 سنديق من سنديق اللي امتدت والسنديق دي بتقدر تلاقيها في الأعلى اللي موجودة المكان اللي نزلنا فيه في الأول بس انت بش بتلاقيها أول ما بتنزل بيستعنى لغاية لما جودزالة يعدي أو هو وحش إفنجولين الجديد وبيكسر المكان اللي انت موجود فيه مجرد ما بيكسر المكان بتظهر السنديق دي مطلوب منك أنك تفتح 3 سنديق وكده انت خلصت تاني مهمة في الإنجاز وده شكل السنديق بيكون بالشكل ده مجرد ما بيكسر المبلغ وآخر مهمة موجودة إذهب إلى منصة إطلاق إيفا منصة إطلاق إيفا دي أولو هو الوحش الجديد إفنجولين المنصة بتاعته بتختلف من مكان لمكان أو في الأغلب بيكون جنب الشلطر وده المكان اللي بيطلع منه وبيبقى ظاهر على الخريطة بيظهر جنب المكان ده وقت بالظبط زي مزاهر قدامك هتجرد ما الوقت ده بيخلص الوحش بيطلع مطلوب منك أنك تروح نفس المكان اللي موجود عليه وقت احتمال إن المكان بتاعه بيختلف بس هو بيظهر على الخريطة مطلوب منك أنك تروح إنك 3 مرات وكده تكون خلصنا الإنجاز وده الخمس مهمات المطلوب منك في إنجاز الدائرة المركزية وعليهم 20 نقطة إنجاز لايك وسبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة